صرحا بعمدة من التنوير حسان شاعر غير عادي فقام فأخذ يمدح قومهم بقصيدة مئة بيت فأول بيت من هذه القصيدة قال لنا الجفنات البيض الجفنة هو القدر الذي يطبخ فيه الطعام أو الذي يوضع فيه الطعام قال لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى طبعا نحن العاديون ما نلاحظ شيء نقول والله يا أخي هذا مدح فقامت الخنساء قالت لحظة لا تكمل أبياتك قال ليش قالت عندك في بيتك هذا ثمانية أخطاء جعلت افتخارك ضعيفا لو غيرت يكون افتخارك أقوى قال كيف قالت لنا تقول لنا الجفنات البيض الجفنات جمع يدل على القلة خمس جفنات ست جفنات لماذا لم تقول لنا الجفان حتى تكون عشر جفان ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض إذا قدوركم وصحونكم بيضاء معناه أنها جديدة ما استعملتوها كيف تفتخر إنكم تطعمون فيها الضيوف وهي جديدة المفروض تقول لنا الجفان الحمر من كثر ما نستعملها ونذبح فيها الذبايح صارت حمرة طيب لنا الجفان الحمر ثم إنك تقول يلمعنا في الضحى اللمعان ضوء يظهر ثم يغيب لماذا لم تقل يشرقنا إذا أشرقت الشمس جعل ضوءها يزيد شيئا فشيئا ثم إنك تقول في الضحى أحد يفتخر بوقت الضحى الناس إنما ينادون الناس إذا جاء الليل المسافرون يسيرون في الصحاري فإذا أقبل الليل جعلوا ينظرون إلى أي نار مشتعلة ويلجأون إليها رجاء الطعام والمبيت فأنت الآن تفتخر بالضحى الناس مشغولين في الضحى هذا يرعى غنمه وهذا يصلح مزرعته وهذا مسافر من بيقلط من بيتفضل عندك في الضحى المفروض أن تقول لنا الجفان الحمر يشرقنا في الغسق الغسق يعني مع مغيب الشمس ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى هذا كلها خطأ أسياف يعني خمسة أسياف وستة أسياف وسبعة لماذا لم تقول وسيوفنا حتى تكون عشرة ثم إنك تقول يقطرن يعني الدم اللي في السيف قليل وبالتالي هو يقطر المفروض أن تقول وسيوفنا يجرينا أن الدم من أعداءنا ملأ السيوف حتى صارت تجري بالدم وسيوفنا يجرينا من نجدة دمى هذا مفرد المفروض أنك قلت دمى حتى يكون يعني الدم كثير الذي تصيبون به أعداءكم يقولون فلما قالت ذلك شاكرها الحسان الحسان وجلس تسعة وتسعين بيت باقية ما ذكرها قال إذا قال لهذا أوله هذا مشكلة آخرة إذا كان من أوله يعني دققت عليه في بيت واحد وهي من غير تفكير على طول سمعت البيت على طول عطتها التغييرات القرآن نزل على هؤلاء القوم الذين يتفاخرون باللغة ويتفاخرون بقوة الكلام ويتفاخرون بالعبارة ويتفاخرون بالسجع ويتفاخرون بما هو أعظم ثم قال الله تعالى لهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرة وفي الآية أخرى قال وادعوا من استطعتم من دون الله يعني ايتوا بمثل هذا القرآن وإذا تريدون تدعون اللي يساعدكم نادوا ولا أحد يستطيع تحداهم الله بالقرآن كامل أن يأتوا بمثله فهم استطاعوا فتحداهم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات بلاش مئة واربعة عشر سورة نحن نتحداكم بعشر سور سور قصيرة مش لازم البقرة وآن عمران والنساء والمائدة لا قلوا الله وحد والفلق والناس ونعطيناك الكوثر تب تدابي لابين وتب إذا جاء صرار الفتح والعصري يلا شوفوا لكم أقصر عشر سور وأحذروا مثلها فما استطاعوا ثم تحداهم أعظم تحدي وهذا التحدي موجود إلى اليوم قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أعطونا سورة مثل إن أعطيناك الكوثر فما استطاعوا القرآن يا جماعها الذي أنزل في هذا الشهر العظيم في رمضان هذا معجزة باقية إلى قيام الساعة والله مهما أراد من أراد أن يعبث أو أن يخترع أو أن يأتي بمثل هذا القرآن والله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا أعظم معجزة نتحدى بها الناس إلى اليوم يعني معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثير منها ما رأيناه نشق القمر نؤمن للقمر نشق نزلت آيات ما رأينا شقاق القمر نبع الماء بين أصابع صلى الله عليه وسلم ما رأينا نبع الماء لكن نؤمن أنه نبع مدام نقل يعني هو عليه الصلاة والسلام له عدد كبير من معجزات ما رأيناه بأعيننا أما هذا القرآن فهو القرآن الباقي الذي إلى اليوم نحن عندما نقرأه نعلم أن هذا معجزة ولذلك حتى أعداد من الكفار اليوم ممن لا يفهمون اللغة العربية إذا قرأت عليه القرآن مرتلا وقرأت عليه كلام عادي مرتلا يقولك نعم فيه فرق فيه فرق الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني تقول له ليش يقول الكلام الأول تحرك معه قلبي وأشعر أني أن مشاعري تحركت معه أما الكلام الثاني فلا أشعر أشعر أنه كلام عادي الفرق بين هذا وهذا أن الأول الكرام الله جل وعلا وبالتالي تأثيره في القلوب يختلف عن تأثير غيره ولذلك ربنا جل وعلا يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام يقول